اهلا بكم شهدت العلاقات المصرية العربية خلال السنوات القليلة الماضية تطورا غير مسبوق سرعان ما ترقمت هذه العلاقات إلى علاقات شراكة وتعاون في كافة المجالات وتبادل الزيارات على أرفع المستويات العلاقات بين مصر ودول الإمارات والبحرين والأردن والعراق هي نموذج يحتذا به في العمل العربي المشترك حيث تقوم على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة وفي العالم خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي الممتدة عبر عقود ترجمتها الروابط القوية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ليشهد التعاون في عهد الزعيمين تطورا نوعيا في كافة المجالات فضلا عن نمو ملحوظ في معدل التبادل التجاري وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر أما العلاقات المصرية البحرينية فلا تقل في قوتها وصلابتها عن علاقات القاهرة بأبوظبي ففي ذاكرة العلاقات هناك تضامن بين القاهرة والمنامة في جميع المواقف والمجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية فالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية الحال أيضا ينطبق على العلاقات المصرية الأردنية والتي تعيش أذهى فترات التقارب والتجانس سواء على الصعيد الثنائي في المجالات التنموية أو في الرؤى المشتركة لمعظم القضايا الإقليمية والدولية ويستند التمازج بين البلدين إلى إرث طويل في علاقات التفاهم والأخوة والجيرة والمساندة المتبادلة في مختلف القضايا ويتجل ذلك في عقد العديد من لقاءات القمة والزيارات المتبادلة بين وفود البلدين وبفضل مساعي الرئيس السيسي دخلت العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون والشاركة بالشكل الذي ينسجم بحجم البلدين وتأثيرهما في المنطقة ليتصدر الملف الاقتصادي والمشهد في التعاون القائم بين البلدين وهو ما ظهر جاليا في عدد من الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة وبغداد خلال الفترة الماضية كما أكدت مصر مرارا على دعمها لاستقرار بلاد الرافدين وما يضمن وحدة وسلامة أراضيها مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجسا للعلاقات المتينة التي تربط مصر بالإمارات والبحرين والأردن والعراق شكرا لكم على طيب المتابعة